إذا كنت رجال عملوها إذا كنت رجال كما تدعون عملوها اعتارضوا على قميص نهضة بركان في بركان وارفضوا لعب المبارك ستلعبون رغم أنتكم وإذا لم تلعبوا ستخسرون المباركة أيضاً ثلاثة سنة لأن الدافع الذي تعتمدون عليه في مرافعتكم هو دافع واهي والكاف كمؤسسة لا يمكن أن تسقط في مثل هذه الأخطاء رخصت لقميص واعتبرته غير منافي للأعراف الدولية وحتى ولو كان ربما هناك شك في شيء ما فيتمتلك الصلاحية وخولها إياها الاتحاد الدولي لكرة الخدم هذا بالطبع لنبين بأن كل هذه الأمور كانت مصرحية ولكن اليوم الحقيقة شيء آخر هو أن الاتحاد الإفريقي أصدر بلاغاً يؤكد فيه أن نهضة بركان فائزة بتلاثة سفر وأكد أن مباراة العودة ستقام يوم الأحد القادم وأن الموضوع تمت إحالته أيضاً على لجنة التأديب لتتخذ عقوبات في حق الاتحاد العاصمة أو ربما حق في حق الاتحاد الجزائي لكرة القادم البلاغ واضح البلاغ الذي يحمل توقيع سامسون أدامو رئيس لجنة الدوريات والأحداث والمصابقات يؤكد هذا الموضوع ويعطي بشكل دقيق وواضح ولا رجعة فيه أن نهضة بركان فائزة بثلاثة سفر هلئاً إذن لنهضة بركان عرف كيف يصمد وكيف لا ينصط أمام الاستفزازات التي كانت كثيرة ومتكررة ومتنوعة وظل صامداً هناك واستعاد بدلته وأقمسته وعاد غانماً وحينما نقول دائماً تذهب سالماً وتعود غانماً ريهم نقول بأنه نهضة بركان عاد غانماً لأنه فاز دون أن يرعب بثلاثة أهداف مقابل لشيء وعلى اتحاد العاصمة أن يتدارك فارق الثلاثة أهداف إذا كان يريد ويسجل رابع إذا كان يريد أن يذهب إلى المباراة النهائية ولكن أنا دائماً أقول وأطرح السؤال هل ستمتلكون الشجاعة لترفض اللاعب أيضاً يوم الأحد القادم في مدينة بركان السؤال يبقى معلق ونأنتظر رضو للفعل في الجزائر ولكن اليوم يمكن أن نقول ظهر الحق وظهق الباطل إن الباطلة كان زهوق صدق الله آمن